بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معي محبي ومتابعي قناة بيبل تعليم الخياطة والتفصيل يا رب تكونوا خيروا باحسن الاحوال يا رب اه النهاردة هتعرف مع بعض ازاي نعمل الجزء اللي تحت ده اللي هو لو انا عايزة اعمل كلوش اه وديه ديل من وره زي الفستان ده ده فستان عادي محجبات عادي وطويل يعني مش قصير وليه ديل زي ما انتم شايفين كده من وره تمام ومن قدام بيبع على قد ايه يعني ضبك بيباين الشوز بتاعي خلاص طيب لو انا عندي تلاتة متر بس اللي هما اللي انا بعمل منهم الكلوشة العادية انا احطها لكم برضو في طريق في صندوق الوصف تحت تعرفوا الطريقة الاولية احنا بنعملها العادي الكلوشة العادي اللي هو كله بيبقى سوى واحد طيب لو انا عندي تلاتة متر بس وعاوزة استغل ان انا اعمل ديل يعني مش هزود قماش لان في طريقة تاني بنعملها وهناخدها بعد كده ان انا بزود قماش عشان اطلع ديل يعني انا بدلا ما اعمل تلاتة متر اعمل تلاتة ونص اربعة اربعة اللي ربع على حسب طول الدي اللي انا عايزة طيب انا في الحالة دي بقول ان انا عندي التلاتة متر بس وعاوزة اعمل الديل بتاعي الديل الفستان زي كده باستغل لجزء برمي ان انا هعمل بديل فطبعا احنا بما ان احنا بنشتغل سوريهات فلازم الحاجات دي تبقى عارفينها ودي اساسيات يعني الفستان ممكن تعمليه عادي من فوق والجزء ده واني بقى انت كده كملتي الفستان بس لازم تعرفي التفاصيل الصغيرة دي خلاص هنشوف نعملها ازاي بالتلاتة متر نعمل اللي جي باكلوش بديل بتلاتة متر بس انا كده عندي يا جماعة هم التلاتة متر اهم التلاتة متر اهم هطبقهم نصين زي ما انا بعمل بالزبط الجزء بتاعي خلاص شوفت انا هفكركم ان احنا كنا بنعمل ازاي الاوانية اللي هي من الكلوش عادية اهم تلاتة متر هاي كده انا كنت بطبقها عادي ونصين فقلتلكوا ان انا عندي هنا الجزء ده مفتوح وده مفتوح وده مفتوح ده الجزء بس ده الضلع المقفول فكنت بياخد المقفول كده على المفتوح بطبق كده المقفول على المفتوح بعمل مسلس مكون من اربع طبقات هتلاقي ايه مسلس اربع طبقات ومش ببقى اربع طبقات يا جماعة تمام وكنت باخد عادي قاعدة المسلس من هنا عادي صحي كده تمام تمام وكنت عادي بادور برضو الجيبة وخلاص خلاص طيب انا كنت بعمل الجيبة بتا جماعك بتاعتي كده كنت باجي اتدور كده فكان الجزء ده اللي عندي ده اللي هو المسلسة السنبوكسة الضغيرة دي كانت بقصها لان انا عندي دوران كنت مامش كده تخيلي معايا كده مامش كده فكان الجزء ده كده برميه الجزء ده بدل مرميه انا عايزة استغله عندي اعمله ده للفستان بتاعي طيب في الحالة دي هعمل حاجة بدل ما انا كنت بطاقة انا كنت طبقت التلاتة متر ونصين وقلبت المقفول على المفتوح لا انا عايزة بدل ما هم جوا بعض شفت كده هم جوا بعضهم يعني المتر ونص جوا متر ونص عادي لا انا عايزة هم فوق بعض يعني انا هعمل كده تمام هفصل هفصل كل متر ونص الواحدة اهو كده يعني بدل ما هو كان فيه ضلع مقفول لا انا فتحته كله اصبحوا ان هم كل متر ونص الواحدة يعني هم ثلاثة متر او بس هم بدل يا جميع بصوا بدل ما هم كانوا جوا بعض كده هم كده كانوا جوا بعض لا انا هعمل كده انا انا اصدي ان انا هخليهم فوق بعض بصوا فوق بعض بحيس ايه بحيس ان انا افصل بدل ما رسم من الرسمة بتاعتي واجي اسحب طبعا انت بتو بيعاملها ستان او طل او حاجة وتسحبي اه واحدة من جوا التانية بيبقى بالنسبالك القماش عندك هيبقى مش متزن يعني ممكن هيتلغبط منك فانا بقول كده ان انت يفصليهم وخليهم كده فوق بعض ادي في متر ونص انا عاملاه مسلس برضو والمتر ونص التاني برضو بنفس شكل مسلس خلاص بس انا عاملاهم مسلسين زي زي الكلوشة البسيطة انا كده حطيت الكلوشتين فوق بعض اللي هما المسلسين وسبتي القماش بتاعك خلاص كده فيش اي حاجة هوف بسيطة جدا هعمل ايه بعد كده هاجي من بوزة المسلس ده من البوزة دي وهاخد قاعدة مسلس اقربها لك كده انا هنا يا جماعة بقسم دوران الوسطى عادي على الاربعة عادي على الاربعة لان انا عايزة مسلا الدوران اللي اللي اتجيبها بتاعتي او اتجيبت الفستان على قد الوسطى لو انتو فاكرين اه لو انا عايزها بكشكشة كنت باخد الطول من تحت الفوت احنا بس هناخد الحالة بتاعتنا عشان نشوف الديل بس وبعد كده كل حاجة هنعملها بالفيديوات الخاصة بيها هاجي كده هاخد دوران مسلا الوسطى بتاعي هقسمه على مسلا الاربعة عندي اهي جماعة هقسمه مسلا على الاربعة عندي اهو وهنزل بيها قاعدة مسلس اهي جماعة عندي البوزة كده وبنزل كده قاعدة مسلس اهي بس اهم حاجة بقى ان انا اعمل حساب خياطاتي واخلي هنا اجيب لون تاني واخلي هنا قيمة اتنين لتلاتة سنطى ده كده قيمة خياطات وسستة خلاص كده من اول فوت فانا لما هعمل هنزل كاعدة مسلس هحسبها من الخط ده مش من الطرف بتاع القماش زي كده بصو هنزل هعمل ايه هقسمها على الاربعة وهنزل كاعدة مسلس هنزل كده كاعدة مسلس كاعدة مسلس بتاعتي فين اهي اهي من من الخط الاحمر مش من الايه الطرف القماش اهو كده ادي كاعدة مسلس بعلم كده وبعلم كده تمام بعد كده زي ما انتم فاكرين اكيد باجي كده ادور ادور ايه ادور الوسط بتاعي معاه ومعناه كده ان ده وده الوسط بتاعي اهو اهو يا جماعة ده كده اهو الوسط بتاعي خلاص انا كده دورت وسطي اهو كده يا رب بيكون وضح طيب انا عايزة بقى الطول بتاعي عايزة ادور الطول بتاعي ده اللي احنا كلنا عارفين اهو هيكده اشوف الطول بتاعي اللي انا عايزة مسلا هقول ان هو الطول مسلا بتاعي اه طبعا باخد الاول من الوسط يا جماعة بحدد الطول الاول من الوسط هقول مسلا الطول بتاعي هو طول من غاية هنا. اهو يا ربي يكون اللون واضح. تمام? طيب هعمل ايه? هجيب كده رقم واحد فوق عند المسلس فوق اهو من فوق من هنا عشان اعرف ادور بطريقة سهلة. هشوف رقم طولس جيبه عندي. جيه عند رقم كم وقل? وعلم. اهو. تمام? اهو. وعلم. طبعا انت بتلفي. اهو. تمام? اهو. اهو. هتيجي طبعا انت تجمعي النقط دي بتاعتك مع بعض. بس كده انا عملت عاجي اللي احنا بنعمله على طول. احددت الوسط وحددت الطول. خلاص تمام. ايه بقى الجديد? الجديد عاجي. ان انا هعمل كده. هقص عاجي هنا كده اجي الوسط بتاعي. اهو اجي الوسط. طب انا عندي طبعا هنا اربع طبقات بس منهم. مسلسة. لا انا هاخد كده المسلس الاول اللي انا رسمة عليه. اللي هو من فوق عشان كده قلت لكم فصلوهم. اللي هو من فوق ده. هقص واحد كده يا جماعة. هرفع كده مسلس منهم. وهقص على الرسمة على الايه? على علامات الرسم بتاعي. اهو. وده كده. وده كده جماعة ده الامامي بتاعي. ده الامامي اللي هو بيبقى طوله عشوز تحت. طيب انا بصت دي هي دي قد اللي انا رامتها دي. لكن دي مش عايزة خلاص. اللي هرميها دي. خلاص انا كده بتاعت الامامي مش عايزة. انا هستغل اللي هي الورا دي اللي هي بتاعت الخلفي بتاعت الجزء التاني. ده بقى اللي عندي مين ده الخلفي بتاعي. هعمل ايه? طبعا احنا كدنا متفقين. ان عندنا الجناب كلها واحدة. فانا هاجي من ناحية المفتوحة بتاعت اللي فوق ويبقى ده مين? ده الجنب بتاعي. ده الجنب بتاعي يا ربي كده يكون مواضح تمام? وده كده نهاية الخلفي اللي هو الديل. اللي هي السبعة يا جماعة هو ده الديل. فهاجي اعمل كده. بايدي كده. بدوران عشوائي كده هون. وهاخد اعمل الديل بتاعي اه. يبقى انا كده الجزء اللي انا اصلا برميه وبستغلوش. وبرميه مش عايزة بحاجة. انا بص طولت طولت الفستان بيقد ايه? واصبح بدل ما اجيب وماس زيادة تاني? لا ده انا عملت الفستان من اه من التلاتة متر برضو ما اجيبت الزيادة. تمام? اهو. بصوا كده. اهي هاجي كده اهو. ده اللي انا رميته. وده الجزء ده انا كنت مفروض برميه لتنين. ده اللي انا قصيته من قرميه من انا كنت برميه لتنين. لا انا رميت واحد بس. من مسلس لذلك كنت اقول لكم الفكرة ان انا قلت لكم خلوه فوق بعض عشان كده. عشان يبقى الموضوع بالنسبة لي سهل جدا. طيب هاجي كده. اهو. ده يا جماعة هو. طبعا ممكن تبقى جيبة طبعا مش شرط ان هي تبقى كامل يعني. اهو. بصوا بالطريقة دي اهي. ادي ايه الفستان اهو من ورا. ايه ادي الديل بتاعي. وادي الجزء الامامي اللي هو بيبقى على الشوز. زي ما انتم شايفين كده شكله جميل جدا وسهل. تمام? بطريقة سهلة جدا وبسيطة. طيب دي لو جيبة عادي انا بقفن وممكن اعمل السوستة عادي جانبية. طب انا لو فستان. الفستان طبعا لازم السوستة بتعد الدهر. فلازم يا جماعة افتح من هنا. طبعا كنت سايبة زيادات وانا بقص اللي هي قرتلكم بتاعت الخياطات والسوستة. فانا عاملة حساب الزيادات بتاعتي. هيجي كده من هنا. من النص بالزبط. لو انا مش عارفة. اققى يعني احدد النص ببتني كده. وبتلاقي نفسك ايه? اكويها عشان تعرفي خط النص فين عشان تقص عليه. عشان لازم السوستة جماعة تعدي خط الوسط بشوية. طبعا بقيها كده بتقفل. فلازم ده كده اهو. انا مش عايزة بس كنت عشان تشوف شكلها افاكد. هتبقى كده. طبعا كده هتكمل الاخر خالص. بس انا عشان شكلها بس ما يبقاش بالنسبة لكو ضايع. فطبعا بيبقى فيها تلات خياطات. خياطين جانبيين. والخياطة اللي هي مرة بالدهر كله وراء عشان السوستة. وده بيبقى شكلها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اهو. ده شكل طبعا الديل اهو زي ما انتم شايفينه. بيقى شكل سهل. ولا جبتيش وماش زيادة ولا اي حاجة. خلاص. يارب يكون الفكرة والطريقة وصلت. انا كنت بس احب اوضح نقطة. طبعا هنقابلها كتير وبتقابليها كتير في السورية. وناس كتيرة بتبقى عايزة تعرف الديل ده بتعمل ازاي? طبعا ده احنا استغلناه بالتلاتة متر. طبعا في كل اللي هو الفستين تاني بتبقى الديل بتاعنا اكبر. فطبعا اكيد في الحالة دي بنجيب اكتر طبعا من التلاتة متر. بس انا بقولك ازاي تقدر تستغل التلاتة متر. هما هما بدل ما تترمي منهم جزء ان انت تعملي منهم الديل بتاعي. اه يا رب يكون الفيديو عجبكم. اه وما تنسيش اللايك. ولو اول مرة تشتركوا في القناة ياريد تفعلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا جهاز عشان يوصل لكم كل جديد. اه ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وياريد تشيروا الفيديوهات عشان كل الناس تستفادوا لفايدة عمر. واشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وسهل وبسيط مع قناة بيبل تعليم الخياطة والتفصيل للسهل الممتنع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.